عايزة اتكلم شوية عن الغلاف وعايزة اعرف ميول حضرتك في اختيار الغلاف البعض بيشوفوا او بعض الكتاب بيشوفوا ان الغلاف لازم يكون عنوان موضح للمحتوى وبعض الاخر بيشوف انه مش شرط يعني ممكن يكون الغلاف هو في عوامل جذب بس مش شرط يكون بيشرح بالزبط اللي جوه علشان يخلي القارق متشوق اكتر يعرف اللي جوه الغلاف ليه جانب وظيفي طبعا في التعريف بمضمون الرواية لكن في السنين الاخرانية تم الالتفاة للغلاف باعتباره انه مش بس عنوان للرواية لكن كمان فيه جزء اقتصادي يعني فيه جزء ليه علاقة بالكوميرشال جزء تجالي لانه فيه كتير من القراء ممكن يشتروا رواية لانه الرواية الغلاف تحاجب يعني انا فاكر في طفولتي ان انا اول اغلفها كنت حبيتها واشتريت الكتب بتاعتها كان اللي عليها صورة توفيه الحكيم كان ليه صورة شهيرة كان سماهله جمال قطب بالبريه بتاعه والبريه ده ما كانش معتاد ان الواحد يشوفه في حياته فكان الكراكتر اللي مرسوم على الغلاف هو اللي حببني فان انا عايز اشوف الجوه فبدأت صلتي بتوفيه الحكيم من الغلاف بتاع توفيه الحكيم وانا طفل وبالتالي فدلوقتي بيبقى مهتمين قوي بالغلاف لانه فعلا مش بس هيقدي للدور الوظيفة لكن كمان مهمة قوي تجاريا لكل ما هيبقى الغلاف يعني ملفت للعين كل ما هيبقى يعني سبب علشان خاطر القارئ يشتري ترجمة نانسي قنقر